باستضافة الأستاذ خالد أحمد أستاذ ورئيس الاتحاد الوطني عفوا رئيس اتحاد جمعية أولياء التلميذ أهلا بك شكرا للاستضافة العفوة ومعنا أيضا التلميذة هاجر صفوان نجح في امتحان شهادة الباكالوريا مبروك عليك هاجر أهلا بك إذن أبدأ معك هاجر أولا حابين بما أنك شاركتين الضغط اللي كنت تعيشيه قبل امتحان الباكالوريا اليوم مدامينا تشاركينا فرحتك كيفاش حتشت روح تشفتي النتيجة رد فعل ديالك صحة هي البارح كيشتها في التليفزيون قالوا اليوم صبح على العشرة محبيش وقل دارنا لخاتش كنت كنت مبو ستخيسي كيشت للغيزولتات فرحت بزاف فرحت نوتهم سيت بزاف كيفاش دروستي الباحكة عرفتي بليوم حتخرج للنتيجة ما رقدش ما رقدش كيفاش كنت بزاف ستخيسي كنت مقلقات كنت جيبو من جيبوش كنت بزافة الحمد لله وديتيه كل شي مبروك هاجر بالنسبة ربما للنتيجة التي حصلت عليها مقارنة بما تلقيته في تولى السنة دراسية صحة هي حبط شوية بزاف مياه الحمد لله الحمد لله هاجر بالنسبة لأسئلة تنتيحان باكالوريا كيفاش كانت بالنسبة للدروس وش تلقيته في السنة دراسية؟ أنا أمه كانت في الدروس اللي قررناهم قحس سنة دراسية طاحنة تاع الجنة غالما طاحنة البرمية تخيمسر ديزيام تخيمسر وشوية توازيام تخيمسر كانوا كالكس يجي صعب والخرين في متناول جامع الحمد لله مبروك عليك هاجر مناء أخرى أستاذ خالد أحمد لو نتحدث ربما عن نتائج نسبة نتائج الامتحان باكالوريا هي نسبة النجاح 51.36% الوزر اعتبرتها مقبولة جدا بالنظر لإضطرابات التي شهدها الموسم الدراسي وأيضا بالنسبة أن الامتحانات باكالوريا كانت هدثنا بدون تحديد الدروس نعم فعلا أنا أعتبرها نتائج منطقية ولو أننا لدينا قراءتين لهذا النتائج هذه بطبيعة الحال نتيجة 51.36% أحسن من السنة الماضية هذه أولا ثانيا الباكالوريا سنة 2015 هو التحدي للصحاب والمشاكل التي عاشها قطع التربية منذ سبتمبر الماضي بحيث عرفنا إضراب المصالح الاقتصادية عطلت توزيع الكتاب المدرسي وعطلت توزيع 3000 دينار وكذا فتح المطعم المدرسية وكل المصالح التي يحتاجها التلاميذ وكذلك كان نقص الأساتيدة في المواد اللغوية مثل اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في الجنوب وفي الهضب العليا كان عدم انتحاق الأساتيدة الجدد بمناصب العامل فيها أيضا ظروف طبيعية المناخية التي عرفتها البلاد في حوالي 14 ولاية كانت ثلوج مكثفة في هذه المناطق هذه إذن فيها عوامل كثيرة إلى جانب الإضراب الذي دام شهر تقريباً شهر هو سبعة أيام أو ثمية أيام إذن هذه الظروف هذه كلها ما كناش ننتظره بيش تكون نتيجة 51% وإحنا مقتنعين بهذه النتيجة هذه ونتمنى تكون نتيجة أكثر في السنوات المقبلية شاء الله ربما نصائح التي تقدمها للتلاميذ المقبلين ربما على اختيار التخصص طريقة اختيار التخصص على حساب ربما النقاط المستوى التأتي المين لا هذا مشكل كبير جداً لأنني أنا في رأيي في نظري التوجيه في الجامعة كان فيه إجحاء في حق التلاميذ في حق حوالي سبعين أو ثمانية في المئة من التلاميذ لأن كما رأيت الطالبة هنا أمامك تشوف مثلاً ممتازة في اللغة الإنجليزية مثلاً تحصل على المعدل 16 أو 17 ولكن المعدل تعالى البكالورية بعشرة لا يسمح لهاش لا يسمح لهاش ما ستشترح يكون توجيه على حساب المعدل المتحصل عليه وهذا ربما ليساعد التلميذ ربما كما قلت يكون جيد في مواد وضعيف في مواد أخرى ضعيف في مواد أخرى وبذلك لا يتحصل على الفرع الذي يريده الذي يطلبه إذن لا بد من إعادة النظر في التوجيه للطلبة في الجامعة لأن هذا رأي يسبب التسيب والتسرب جامعي كثير جداً رأينا نشاهد تقريباً عشرات الآلاف أو مئات الآلاف التي تغادر مقاعد الجامعة في سنة الأولى وفي سنة الثانية وفي سنة الثالثة وبالأخص نرى لدينا تجربة وعندنا خبرة في هذه الميدان هذا شاهدنا في جامعة بوزرعة وفي ببزور 70% من تلميذ الجدد لن يتحقن بالجامعة لا يتحصلون على المعدل الانتقال السنة الثانية إذن لا بد من نظرة أخرى رؤية أخرى لتوجيه الجامعي حتى ننقض التلميذ النجحين في الباكالورية إن شاء الله ربما التلميذ المتحصلين على الأغلب تلميذ المتحصلين على شهادة الباكالورية يلجأ إلى العائلة هما ربما يستشير العائلة فيما يخص التخصص اللي رح يختارهم في قائمة الاختيارات ربما نصيحة اللي تقدموها الأولياء حتى ميضغطوش ربما على التلميذ يخلوه ربما يختار وشي ناسبه ضروري جدا التشاور والتفاهم في البيت لأن كلنا لدينا أولاد متمدرسين ولدينا تلميذ مقبل الانتحانات فيه مشكل مشكل التوجيه إذن لابد من التشاور والتفاهم بين الأولياء وبين التلميذ الطالب النجح في الباكالورية لأن الطالب اليوم يرى بأنه قد وصل إلى الهدف بلغ هدفه هو التحقيق الباكالورية والأب أو الأم لهم هدف آخر وهو توجيه لابنهم إلى فرع من الفروع التي وربما ابنهم لا يستطيع مواصلة الدراسة فيه إذن لابد من التشاور بين أفراد الأسرة يعني لازم يكون كونسيت على الفامي في البيت وكذلك الأولياء أنهم يشاوروا أهل اختصاص ويشاوروا الأستيدة ويشاوروا المجتمع حتى يكون توجيه ابنهم توجيهن حقيقيين يجد منصب عمل بعد تخرجهم الجميع أكيد شكرا جزيلا لك أستاذ خالد أحمد ولكي أيضا هاجر ألف مبروك مرة أخرى ولكل الفائزين ومنهم ابن الزميل المدير العام لتلفزيون النهار أنيسة رحماني ووجه أيضا تهنئة لأخ زميلي ناصر محمد خليفية تهامي وسكينا العرابي أخت شقيقة زميل ياسر العرابي ابنة خالد ياسين باباسي وأخت زميلة مونة مالك ياسمين وأيضا مجار بعلام ابن خالد زميلة مجدة بن عربية والتوأمان بشرة ونور الهدى مهاجري شقيقة زميلي وليد مهاجري اللي فازوا بمعدل تقدير جيد ولكن لمن لم يحالف الحظ في هذه السنة نتمنى له النجاح في السنة المقبلة إن شاء الله